قبل عدة سنوات تحديدا في عام 2007 شهد اقتحام لمدينة رمالله وكان أحد الشباب الصحفيين وهو مصور صحفي يدعى فادي العروري أصيب برصاصة مزقت جميع أمعائه فعليا نتحدث هنا مع فادي حيث بعد السنوات طويلة هل وصلت نتائج التحقيق التي شكلت أو لجان التحقيق التي شكلت إلى أي نتيجة فادي مرحبا بك عبر شاشة الغد أولا استشهاد شرين وفتح تحقيق وأنت كنت تعرضت لإصابة قاتلة برصاص متفجر من النوع المتفجر المحرم دوليا وصلت بها عام 2007 ما الذي حصل فعليا عندما فتحت لجان التحقيق هل وصلت إلى أي نتيجة؟ يعني بالطبع لا هو الموضوع مشابه فعليا لا استشهاد شرين الموضوع كان مسجل بالفيديو حتى الجندي اللي أطلق الرصاص كان مسجل بالفيديو بالنهاية الجيش الإسرائيلي وحكومة الاحتلال دائما عندها مبررات التحقيق ما انتهى انتهى ومشل صالحي فعليا النقاش أنه أنت في منطقة إطلاق نار والجنود لم يستعذفوك بشكل مباشر وفعليا لم يعترفوا أنه كانت الإصابة بشكل مباشر اغتيال الصحفيين وستهداف الصحفيين هو موضوع مستمر من غزة للضفة الغربية للقدس للداخل الموضوع هو فعليا مبرمج ومستهدف الصحف الفلسطيني هو مثل ومثل أي مدني مثل ومثل أي إنسان في فلسطين المحاولة دائما مستمرة لإسكاة الحقيقة الصحف الفلسطيني هو بالنسبة لإحتلاله لقالته هو خطر من أول لحظة استشهدت فيها شرين بلشت الأبواق الإعلامية الإسرائيلية وقالت الإعلام الإسرائيلية تحاول تبرر أنه مسلحين أنه الموضوع بده تحقيق لكن احنا عارفين دائما نتاج التحقيق من سنوات طويلة أكثر من 2000 شخص استشهد في غزة في 2018 ولا إلجة التحقيق عملت شيء حتى الجنود الإسرائيلي اللي قتل مواطن في الخليل وهو أعزل وهو مسترقي على الأرض خرج بعض شهرين وتكرم وتجوز وجمعوا المصاري أي لجنة التحقيقية بيحكوا عليها